دلوقتي معاد موجز أنباء الساعة الثمنة بصحبة زمنتنا ليندا عبداللطيف. إليك ليندا. شكرا مصطفى. الثمنة بتوقيت القهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري. أهلا بكم. يواصل مطار القهرة الدولية اليوم استقبال رحلات الحجاج العائدين من الأراضي المقدسة بعد أداء مناسك الحج لهذا العام. هذا ومن المقرر تسيير ثماني رحلات جوية من جدة والمدينة المنورة لعودة الحجاج بواقع ست رحلات عودة من جدة ورحلتين من المدينة المنورة لنقل 1755 حاجة. وصفت وزارة الدفاع الروسية مهاجمة القوات الأوكرانية بطائرات مسيارة المباني القريبة من محطة زابوروجيا للطاقة النوية بأنها استفزاز. وأوضح رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخايل ميزينتستاذ أن القوات الأوكرانية هاجمت المباني بمساعدة طائرات مسيارة بقضيفتين. سقطت على مقربة من محطة زابوروجيا للطاقة النوية. يصوت اليوم نواب حزب المحافظين في مجلس العموم البريطاني لاختيار زعيم لحزب المحافظين ورئيس جديد للوزراء. بديلا عن رئيس الوزراء المستقيل بارس جونسون. وكان الحزب الحاكم في بريطانيا قد اعتمد القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات زعامة الحزب لخلافة رئيس الوزراء المستقيل بارس جونسون. وفي مؤتمر صحفي أكد رئيس لجنة 1922 للنواب المحافظين في مجلس العموم جرام بريدي أن القائمة تضم ثمانية مرشحين أبرزهم وزيرة الخارجية ليز تراس ووزير الخزانة ناظم زهاوي. بحث الرئيس الامريكي جو بايدن مع نظيره المكسيكي مانويل لوباز في البيت الأبيض ملفات الهجرة والأمن والتعاون الاقتصادي. وخلال اللقاء شدد الرئيس الامريكي على ضرورة معالجة الهجرة بصفتها تحديا مشتركا. وصفا المكسيك بأنها شريك متساون مع الولايات المتحدة. وقال بايدن إن إدارته بصدد استكشاف سبل عبور المهاجرين قانونيا من المكسيكي وأمريكا الوسطى للعمل في بلاده. مشيرا إلى أن السلطات الأمريكية منحت العام الماضي ثلاثمائة ألف مكسيكي تأشيرات معقتة للعمل في الولايات المتحدة. أكدت القوات الجوية للسرلنكية أن الرئيس جوتابايا راجباسكا وزوجته غادر البلاد إلى جزر المالديف. وقالت في بيانة أنه بموجب أحكام الدستور وبناء على طلب من الحكومة قدمت القوات الجوية للسرلنكية طائرة في وقت مبكر لنقل رئيس وزوجته واثنين من مسؤول الأمن إلى جزر المالديف. أوصى المكتب الإقليمي لأوروبا التابع لمنظمة الصحة العالمية بتلقي المسنين والفئات الأكثر ضعفة جرعة ثانية معززة للمناع ضد فايروس كورونا. وفي بيان قال مدير منظمة الصحة في أوروبا هانس كلوجا أن التوصيات المرحلية المحدثة حول استراتيجية التلقيح تأتي بعد تواصل ارتفاع الإصابات في المنطقة الأوروبية. وأضاف أنه نظرا إلى تزايد الإصابات فإن الهيئة الصحية تؤيد إعطاء جرعة تعززية ثانية للأفراد الذين يعانون من مشكلات متوسطة وحدة في المناعة ممن أعمرهم خمس سنوات وما فوق ولمخالطهم. نهاية موجزة الثمنة نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.